شكرا للمشاهدة خصوصا للعاملات ولمن ليس لديهن الوقت لتحضير الخلطات والوصفات خصوصا الوصفات المائية هي يمكن أن تتعفن أو تفسد أو تكون بها رائحة هذا الكريم رائع جدا عملي ويمكن استخدامه بكل سهولة نحتاج في هذه الوصفة إلى كريم غليسيرين الجليسيرين أو الجليسوليد يمكن استخدام أي نوع وإذا لم يتوفر لكريم الجليسيرين أو كريم الجليسوليد يمكن تعويضه بالفازلين الطبي ونحتاج كذلك لزيت الزيتون يجب أن يكون زيت الزيتون أصلي ونحتاج لزيت الترمس زيت الترمس المر طريقي التحضير هذا الكريم نأخذ 2 ملاعق كبيرة من الكريم ونضع عليها أربعة ملاعق شاي من زيت الترمس المر أربعة ملاعق من زيت الترمس المر قلت هذا الكريم رائع جدا ومناسب ومفيد للمرأة العاملة ولمن ليس لديها وقت ونضيف عليه 2 ملاعق شاي صغيرة من زيت الزيتون يفضل أن يكون زيت الزيتون الأصلي من يتوفر لديها زيت السعود يمكن إضافة زيت السعود لهذا الكريم نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل ونستمر في الخلط لمن بشرتها ليست حساسة تضيف عصير ليمونة واحدة لمن بشرتها طبعا ليست حساسة رائع جدا عصير الليمون في هذا الكريم لتخفيف نمو الشعر والقضاء عليه بصفة نهائية نتحصل على هذا الكريم طريقة استخدامه بعد إزالة الشعر بأي طريقة أنت تستخدمينها في إزالة الشعر سواء كانت بالشفرة أو من الجذور بالحلاوة أو بالشمع نقوم بدهن هذا الكريم مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة في الليل قبل النوم استمر على دهن هذا الكريم يوميا حتى نزع الشعر في المرة القادمة واستمر عليه وإن شاء الله ستلاحظين الفرق من أول شهر شعر يكون خفيف وبتدريجيا سوف نتخلص من هذه المشكلة هذه الوصفة صالحة الاستخدام للحوامل والمرضعات يمكنهم استخدام هذه الوصفة البنات كذلك يمكنهم استخدام هذه الوصفة آمنة وليست منها أي أعراض جانبية هذا الكريم قلت صلاحيته تفوق الثلاثة أشهر بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبات السعد أو السعد باختصار هو نبات له عدة فوائد في الطب البديل ومنها تأخير نمو الشعر الزائد المشكل الذي يؤرق الكثير من السيدات وهو يعادل جلزات الليزر في إيقاف نمو الشعر البعض يسمونه ببذور السكران موجود عند العطار شوفي البذور جيدا تشتريها وتطحنيها على شكل بودرة تنخليها وتطحنيها على شكل بودرة هي صعبة الطحن إذا توفرت مطحونة عند عطار موثوق اشتريها مطحونة لأنها صعبة الطحن تسمى قلت بذور السكران هي تعادل جلزات الليزر في إيقاف نمو الشعر وصفة اليوم التي سأعطيها لكنا هي عبارة عن كريم بزيت السعود وبذور السعود هذا الكريم راح يفضل معك لمدة طويلة مش رايحة تضطر إنك تعملي في كل مرة تنزعي فيها الشعر وصفة الترمس التي سبق ووضعتها في القناة هذه الوصفة رايحة تغنيك إن شاء الله عن الوصفات المائية أولا نحتاج لفازلين فازلين اثنين ملاعق طعام كبيرة من الفازلين ذو به شوي على حمام مائي ونحتاج لملعقتا شاي من زيت نبات السعود هذا هو كما هو مصور على العلبة ونحتاج لثنين ملاعق شاي من بودرة بذور السعود قلت تطحن بشكل ناعم طريقة عمل هذا الكريم ناخذ الفازلين اثنين ملاعق ونضع عليها اثنين ملاعق من زيت السعود اثنين ملاعق بهذا الشكل ونخلط المكونين مع بعض ونضيف اثنين ملاعق شاي من بودرة نبات السعود ونخلط ونتحصل على هذا الكريم الرهيب قلت يعادل جلسات الليزر في ايقاف نمو الشعر وتم تجربته على عدة حالات ونجح في ايقاف نمو الشعر تدريديا طريقة استخدامه بعد استخدام اي طريقة لنزع الشعر تناسبك انت من الجذور استخدميه بعد النزع الشعر دلكي هذا الكريم على المناطق ازالة الشعر بأي مكان بجسمك الوجه الذقن على الابط المناطق الحساسة كل المناطق اللي تزيل منها الشعر من الجذور دلكي هذا الكريم لثلاث مرات في اليوم مثلا الصباح وبعد العصر وفي الليل قبل النوم استمر على عمل هذا الكريم بعد نزع الشعر لمدة عشرة ايام متتالية لغاية الشهر القادم بعد نزع الشعر ورايحة لاحظي من اول استخدام ان نمو الشعر ابتدى يخف تدريجيا الى ان تنتهي مشكلة الشعر عندك نبات السعد هذا رائع جدا وعن تجربة ان شاء الله تكون هذه الوصفة عجبتكم طبعا وهي عن نبات السعد الغني عن التعريف كما قلت يسمى ببذور السكران لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد مفيد مني شاركوا هذا الفيديو مع باقي الاصدقاء كي تعم الفائدة اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر